السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ايها الاحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا الليلة عن التضامن التضامن هو خلق انساني نناقش وإياكم التضامن الانساني في الضرفية الراهنة ونستحضر قول الله عز وجل في كتابه العزيز وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان بالامس تحدثنا عن تداعيات الزلزال الفضيع الذي ضرب كلا من تركيا وسوريا ولاحظنا ذلك التضامن الانساني الذي بدأ يجمع الكثير من دول العالم فكل الشعوب تحتاج إلى التضامن لماذا؟ لأن هذا الامر المأساوي قد يتكرر لا قدر الله لا سمح الله قد يتكرر في أي منطقة من العالم وفي أي وقت لهذا كان لزاما أن التضامن الانساني نعيد النظر فيه من جديد ونستثمر هذا الحدث الاليم لنعيد برمجة تفكيرنا على المستوى العالمي لكي نخلق نوعا من التضامن نشجع على ثقافة التضامن الانساني لأن مواجهة مثل هذه الاخطار قد تكون عسيرة جدا أن يواجهها البلد بمفرده مهما كانت قدراته وإمكانياته العسكرية والمالية واللوجستيكية فحديثنا اليوم أيها الأحبة الكرام عن التضامن الانساني كيف نشجع على هذه الثقافة ونستثمر هذا الحدث الاليم لكي نتقدم خطوات إلى الأمام هذا التضامن نقصد به بأن يكون كل أفراد المجتمع يتشاركون في المحافظة على المصالح العامة والخاصة كل أفراد المجتمع يضعون اليد في اليد لدفع المفاسد والأضرار سواء كانت مادية أو معنوية وهذا التضامن يقتضي أيضا أن الذين ليس باستطاعتهم أن يحققوا احتياجاتهم الخاصة نتقدم إليهم ونوصل إليهم المنافع وندفع عنهم الأضرار هذا هو التضامن هو خلق إنساني رفيع يشجع الناس على الاندماج معا كل الشعوب كل الثقافات كل الحضارات كل الاعتقادات الكل يندمج معا ثم تتبادل هذه الشعوب والمجتمعات تتبادل الخبرات وتتبادل التجارب ويكون هذا التضامن هذا الخلق الإنساني الرفيع يكون بمثابة المحرك الأساسي وكأنه وقود للحياة تعلمون جميعا أيها الأحبة الكرام أن الإنسان هو بطبعه كائن اجتماعي الإنسان لما خلقه المولى سبحانه وتعالى ربنا جعله كائنا اجتماعيا لا يستطيع أبدا أن يعيش بمعزل عن الآخرين لهذا كان واجبا أن يتضامن الناس فيما بينهم لاحظنا بأن الأديان السماوية السابقة كلها حرصت على تعزيز هذا المفهوم النبيل ولعل في مقدمة الأديان السماوية التي تدعو إلى التضامن الإنساني هو الدين الإسلامي الدين الإسلامي يدعو إلى التضامن ويعتبره رحمة ويعتبره من أفضل وأسمى الأخلاق يكفي أن نستحضر قول الله عز وجل كما ذكرنا في أول الكلام وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان الإسلام يدعو إلى التعاون ويدعو إلى الوحدة وعدم التفرق واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وهذا التضامن هو الوسيلة الذي من خلاله نستطيع أن نقدم المساعدة للآخرين نفرج من همومهم وكروبهم وندخل الفرح والسرور على قلوبهم لهذا قال النبي الإسلام صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضون تداعى له سائل الجسد بالسهر والحمى انظروا إلى هذا التصوير النبوي الجليل اعتبر بأن المجتمع هو عبارة عن جسد واحد إذا وقع آفة أو زلزال أو فيضانات أو جفاف أو أوبئة في أي منطقة من العالم ينبغي أن نكون جميعا نشعر بالسهر والحمى ولن نرتاح أبدا حتى نقدم يد المساعدة لإخواننا هذا التضامن لا ينبغي فقط أن يكون بين المسلمين وبين المجتمعات العادية فقط بل ربنا عز وجل أراده أن يكون بين الدول أن يكون بين القارات أن يكون بين المؤسسات لأنها حينما تتوحد هذه الدول والقارات والمؤسسات على أهداف واحدة يسعون لتحقيقها فإنهم بذلك يقومون بخدمة الإنسانية وربنا عز وجل يؤكد في القرآن العظيم على وحدة الخلق ووحدة الإنسانية نحن الدين الإسلامي الذي يعتز بهذه المفاهيم يقول ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنت وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا الدعوة الإسلامية هي دعوة إلى العالمية هي دعوة إلى الإنسانية جمعة خلقناكم من ذكر وأنت وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا نحن جميعا بني الإنسان نحن إخوة نحن كلنا خلقنا من نفس واحدة نحن جميعا مشتركون في وحدة الأصل الإنساني لهذا ربنا قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فجميع البشر على وجهة الأرض يشتركون في الإنسانية والإنسان هو مكرم لداته دون الالتفات إلى ديانته ولا إلى عرقه ولا إلى لونه ولا إلى من شئه المفروض أننا جميعا إخوة وكلنا مكرمون فربنا كرم الإنسان لداته لهذا قال له ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من من خلقنا تفضيل نفتخر لما نقرأ القرآن والسنة ونجد هذه المعاني السامية تحت على الإحسان لجميع البشر تحت على ضمان حقوق كل الناس مهما كانت ديانتهم وأعراقهم حتى إن الله تعالى أقر التعامل بل والتعاون مع المخالفين لنا في الدين والاعتقاد ومنعنا من الاعتداء عليهم أو أن نمسى دور عبادتهم بسوء أو نكرههم على الدخول في الإسلام بقوة أبدا ربنا عز وجل وضع في كتابه العزيز منظومة من القواعد الواضحة حري الآن بالأمم المتحدة والمنظمات العالمية في حقوق الإنسان وفي قضايا التنمية وقضايا السلم العالمي أن تستفيد من هذه المنظومة من القواعد التي بثها ربنا عز وجل في القرآن العظيم دورها هو العمل على حفظ المجتمعات البشرية دورها هو إبعاد الفتن الطائفية دورها هو خلق السلام والأمن بين كل بني البشر ثم التضامن والتآذر فيما بينهم التضامن في الإسلام أيها الأحباب الكرام إنما يستند على أن التعامل حسب مبدأي تجاهل كل ما هو سلبي والالتفات إلى كل ما هو إيجابي هذا والتضامن يعني كنسى وأتجاهل أي شيء يفرق بيني وبينك أي شيء يفرق بين المجتمعات يفرق بين الشعوب يفرق بين الأمم كل شيء سلبي نتجاهله ونلتفت إلى كل ما هو إيجابي يجمع بيننا يعني اتباع سياسة تقوم على التعاون الإيجابي مع كل شعوب ودول العالم وذلك بأن يرحم بعضنا بعضا أن نمد يد العون والمساعدات للدول التي قد تعاني من الفقر الفضيع أو التي تواجه كوارث إنسانية كما وقع الآن في تركيا وسوريا بهذا الزلزال المدمر لهذا منذ فترة بدأ هذا الوعي يتشكل في البلاد العربية والإسلامية مثلا نحن في محيطنا نعتز كثيرا ببعض المنظمات كمنظمة التعاون الإسلامي التي تجمع تحت مدلتها كل الدول الإسلامية سواء عربية أو أجنبية كذلك مجلس التعاون الخليجي الذي يضمن تحت مدلته كل دول الخليج العربي وكنا نتمنى أن يكون اتحاد دول المغرب العربي الذي يجمع بين المغرب والجزائر وليبيا وتولوس والموريطانيا ولكن للأسف لكن ما حدث الآن في سوريا وفي تركيا وفي ضل هذه الظروف الصعبة التي تعيشها البشرية وهذه المخاطر وهذه الأزمات التي باتت تهدد الناس الأبرياء صار من الضروري أن نعيد التفكير من جديد الأفكار القديمة ربما لم تعد كافية للاستجابة إلى مطالب الشعوب ومطالب الأحرار نحن في أمس الحاجة أن نعيد التفكير من جديد لمواجهة هذه الأزمات والمخاطر التي باتت تهدد البشرية علينا جميعا أن نفكر بأن نوحد كل الجهود الدولية في بوتقة واحدة أن يقع انضمام الجميع لمواجهة تلك الأزمات بروح المسؤولية وعلينا أن نعيد النظر حتى في الحدود والحواجز مؤسف جدا أن نجد هذه الحدود والحواجز وضعها البشر لمنع مرور الخير لإخوانه من البشر عيم جدا حتى أن بعض الدول لما أردت أن تقدم مساعدات إلى سوريا وإلى تركيا وجدوا بأن كل المعابر تقريبا فيها حواجز وممنوع من المرور وصعوبة كبيرة جدا اليوم العالم أصبح في ظل العولمة وفي ظل الشبكات التواصل الاجتماعي بمثابة قرية صغيرة لم يعود في وسع أي دولة أن تستغني عن باقي الدول العالم اليوم تغيرت النظرة للكوكب الأرضي ولمنظومة الدولة لابد أن يكون هناك تعاون وتآذر وانفتاح بين بني البشر حتى الدول التي أكبر اقتصادا والأكثر موارد هي في حاجة للدول الفقيرة لأنها يكفي أنها سوقا لمنتجهتها فلابد أن يقع تكامل بين الدول الكبرى والدول الصغرى وصار من الضروري أننا في ظل ما شهدناه من هذا الزلزال المروع الذي ذهب ضحيته المئات بل الآلاف من الأبرياء ربما قد تصل الحصيلة إلى أكثر من عشرين ألف قتيل والعياد بالله انتقلوا من دار الفناء إلى دار البقاء وكأنهم لم يكونوا أبدا جاءتهم الموت بغتة إن تتيكم إلا بغته كل نفس ضائقة الموت سبحانك يا جليل سبحانك يا عظيم أينما تكون تدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وهذه الموت لا يمكن أن تهرب منها قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم فهذه الحقيقة لا ينبغي أن تغيب عن أذهاننا وما دمنا أحياء فوق الكوكب الأرض نحن مطالبين بإرادة إلهية ربانية أننا نحسن العمل وقبل أن نعمل لا بد أن نحسن النية أولا ثم نحسن منطق التفكير ثم نحسن منطق التدبير ونبدأ في العمل ونحن محتاجين أولا لكي نستفيد من هذا الحدث الألم ربا ضرة نافعة فالإنسان أولا يعرف حجمه الإنسان ضعيف ضعيف جدا للغاية وهناك الإرادة الإلهية المسيطرة رأينا جانبا بسيطا من جباروت الله ومن عظمة الله ومن قدرة الله ولحظنا والحمد لله هذه الأيام المعدودة لرؤوس الأصابع عودة قوية للتدين عبر وسائط التواصل الاجتماعي وشبكات التواصل الاجتماعي رأينا هناك عدة مبادرات كلها تدعو إما إلى الاستغفار أو تدعو إلى الخوف من الجليل ورأينا هناك الشباب يدعو إلى غض البصر عن المواقع الإباحية وعن الصور المحرمة حتى أن نسبة المشاهدة في المواقع التي فيها مثل هذه الأمور عرفت نزولا شديدا بالمقابل هناك مواقع فيها تذكير بالله وفيها تذكير بالإيمان وبالأديان كلها عرفت هذه الأيام المعدودة ارتفاعا شديدا وهذا يدل على أن هناك عودة محمودة للتدين لأن الإنسان بطبعه متديم والإنسان بطبعه يخاف لأن إذا جاءته الموت فقد كل شيء فقد الثروة والسلطة والشغرة والشباب والجمال وكل شيء إذا جاءته الموت بغتة وقد رأينا عظمة هذا الزلزال المروع نحن الآن محتاجين إلى أن نعمل عملا جديا علينا أن نسعى لكي نرسم صورة جميلة لهذا الكوكب الأرضي علينا أن نعمل لتحقيق نهضة اجتماعية نهضة تقافية نهضة اقتصادية ونهضة اجتماعية تليق بقيمة الإنسان هذا يقتضي منا جميع الدول أن تترسخ عندها مفهوم التضامن ومفهوم التكافل ولتعمل جميعا كل الدول الغنية والفقيرة في القارات الخمس لا فرق بين إسلام ويهود ونصرانية ولا بين بودية وهندوسية نعمل جميعا لتخفيف الألام عن هؤلاء الضحايا وما أكثرهم ثم بعد ذلك نبدأ في القضاء على الفقر وعلى الجوع فموجة الأسعار أسعار التي هي ملتهبة وقلة الموارد كل هذا مصطدع هناك لوبيات عبر العالم يعملون على تفقير الشعوب وعلى تجويعهم وهذا كله هؤلاء اللوبيات غدا سوف يموتون وسوف يحاسبون حسابا عسيرة فعليم أن يراجعوا أنفسهم نحن مطالبين لكي نستحق جنة في السماء علينا أن نساهم في خلق جنة فوق الأرض علينا أن نقضي على مظاهر الفقر والحاجة علينا أن نخلص الناس من الجوع علينا أن نواجه الأمراض الفتاكة علينا أن نوفر الصحة الجيدة علينا أن نوفر التعليم الجيد علينا أن نضمن توفير المياه النظيفة والطاقة النظيفة وأن نعمل على إيجاد فرص العمل والشغل للشباب العاطل وتعزيز الصناع وتشجيع الابتكار ومواجهة الآفات الطبيعية من زلازل وبراكين وفيضانات وجفاف وتصحر التربة وغير ذلك لأن الأرض هي أمنا أمنا الأرض نحن في أمس الحاجة أن نتعاون إذا تعاوننا فيما بيننا ربنا يبارك الله تعالى يبارك كما جاء في الأحد الصحيحة أن الله ناظر إلينا ويباركنا والملائكة الرحمة تستغفر لنا وتؤمن لدعائنا علينا أيها الأحبة الكرام أن نستثمر هذا الحدث الأليم هذا الزلزال المدمر الذي درب سوريا ودرب تركيا من خلاله أن نعزز ثقافة المشاركة وأن نرسخ قيم التعايش وأن نشجع الحوار العالمي ونؤكد على حق الآخر في الاختلاف يعني وغير من الأهداف التي تعنى بتنمية الشعوب الشعوب ينبغي أن تنمى لصون السلم والأمان الدوليين وتحقيق الأهداف الإنمائية نحن في أمس الحاجة لكي نقوم بهذه الإصلاحات لكن نشير في هذا الصدد أنه إذا كانت دول كثيرة رأيناها قد قدمت مساعدات حقيقة هذه الأيام الثلاثة الأخيرة لاحظنا بأن تقريبا جل دول العالم قدمت مساعدات كثيرة جل دول العالم أوروبا بمختلف دولها أمريكا وما حولها والوطن العربي أيضا قدم مساعدات كثيرة الكويت والإمارات وقطر والسعودية وماليزيا وإندونيسيا والهند وكل الدول تقريبا قدمت والمغرب قدمت تعازيوة ويفق وبدأ الناس يقدمون المساعدات هناك في تركيا تبرعات وقريبا ستكون مساعدات مهمة من المغرب هذا كله إن دل على شيء يدل على أن الخير موجود في البلاد وموجود في الشعوب وينبغي للإنسان أن يقدم المساعدات الإنسانية دون أن تكون عنده أهداف لتحقيقها لمصالح محددة الواجب أنه يقدم هذه المساعدات بغير أهداف إيديولوجية أو سياسية عليه أن يقدم الأياد البيضاء الخالصة من أجل الإنسانية ومن أجل رحمة الله تعالى الواسعة بالعباد نحن فعلا عشنا في هذا الحدث للزلزال تركيا وسوريا عشنا مأساة وبكينا لبكائهم وشعرنا بالكثير من الحزن والأسع وهذا كله ينبغي أن نستثمره لكي نتقدم خطوة إلى الأمام ليس البكاء على ما وقع سوف ينفعنا وإنما علينا أن نكفى الدموع ونفكر في أننا نضع سياسات لفيها الحد الأدنى من التضامن بين الإنسانية والوطن العربي والعالم الإسلامي فيه من الإمكانيات المتوفرة وفيه من الخيرات الكثير ربما ينقصنا شيئا ما الإرادة السياسية الغائب الأبرز هو الإرادة السياسية علينا أننا نشحن هذه الإرادة السياسية عندنا رجال وقادة أفداد في هذا الوطن العربي وفي العالم الإسلامي ونحن كما شهد الله تعالينا في كتابه العزيز حينما قال خير أمة أخرجت للناس نحن خير أمة أخرجت للناس علينا أن نظهر لهؤلاء الناس أننا الأول في تقديم المساعدات في تقديم التضامن وفي تخفيف الألام على الآخرين وهذا ما سيكون إن شاء الله تعالى بفضله ومنه ثم سوف نكسب رهان التضامن الإنساني بإذن الله جل جلاله يكفي أننا في هذه الضرفية سكت صوت الصواريخ والمدافع والبناضق والحروب وبدأت تنطلق أصوات التضامن وأصوات السلم وأصوات التعاون نسأل الله تعالى أن يديم علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية وعلى المجتمع الإنساني كله يديم علينا الأمن والأمان والسلم والسلام ويحفظنا من الزلازل والبراكين والفياضانات والجفاف والأوبئة أن يحفظنا بحفظه وما ذلك على الله بعزيزه أحبابنا في الله لعل لكم تعليقات حول هذا الموضوع سوف نفتح الآن أرقامنا الهاتفية للتواصل معكم أرقامنا كالعادة 05-22-88-0060 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52 ونبقى مع فاصل قصير ثم نعود لنواصل فابقوا معنا السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله